تعرض العين للمواد الكيميائية أو الحروق بالمواد الكيميائية هذا موضوع كبير لكن اليوم أنا حاول أركز على جانبين مهمين من هذا الموضوع الجانب الأول أن أحد أهم الأشياء التي يجب معرفته أو نتمنى معرفته هو نوعية هذه المادة الذي سببت هذا الحرق للأغشية أو للعين وخاصة من ناحية مهمة جدا وهي معرفة الأس الهيدروجيني لهذه المادة بمعنى هل المادة هاي حمضية أم مادة قلوية طبعا الحمضية مثل المعارفين اللي هو الأس الهيدروجيني من فوق الصفر إلى قريب من السبعة وبعدين القلوي يبدأ من فوق السبعة إلى أربعة طعش طبعا السبعة هذا هو وسط متعادل مثل الماء فمن الضروري معرفة هذه الخاصية لسبب مهم هو أن هناك فرق وفرق كبير في التعرض للمواد القلوية والمواد الحمضية الضرر والأثر الذي تتركه المواد القلوية أكثر بكثير ضررها أكثر بكثير من المواد الحمضية لسبب أن هذه المواد المواد القلوية تخترق الأخشية لها القدرة أن تخترق الأخشية وتقتل الخلايا في خلايا مهمة فالعين ممكن تقتلها هذه المواد وممكن أن تدخل إلى داخل العين وتعمل على تدمير أجزاء مهمة داخل العين ممكن ينتج عن هذا ارتفاع في ضغط العين لأن المسامات الموجودة داخل العين تنغلق بسبب هذا الحرق كذلك تغير تركيب المواد التي تتكون منها العين وخاصة للبروتين البروتين هذا يتحول إلى مادة أخرى تماما لذلك في الإصابات الشديدة للقرانية ممكن أن تصبح القرانية بيضاء تماما بسبب هذا الضرر طبعا المواد الحمضية بلا شك أنها ضرر يعني لكن ضررها أقل وكذلك في خاصية أخرى ممكن تكون إيجابية اللي هو أن الحروق الحمضية تعمل نوع من التخثر للأخشية هذا التخثر يمنع دخول هذه المواد داخل العين لكن بلا شك أن المادتين ضررت ويجب تفادي التعرض لها لكن مثل ما قلنا المواد القلوية ضررها كثير أو أكثر من المواد الحمضية الحاجة الثانية المهمة في هذا الموضوع أنه عندما يعني هذا الحادث يحدث حادث الحرق بالمواد الكيميائي أول خطوة وخطوة مهمة جدا جدا اللي هو إسكاب أكبر كمية من الماء على العين اللي إزالة أي شوائب وليه كذلك أنه نحاول أن نغير الوسط الأس الهيدروجيني في الوسط في الوسط هذا للعين بأكبر كمية من السوائب وبعد ذلك هذا مهم جدا يتم نقل المريض إلى قسم الحوادث إلى قسم الحوادث لأن قسم الحوادث هو أول قسم يتعامل مع هذه الحالات في قسم الحوادث يتم سكاب الماء على العين المصابة باستمرار وبطريقة خاصة إلى أن يصل الأس الهيدروجيني إلى وسط متعادل وبعد ذلك طبعا يعني تم تحويل المريض إلى طبيب العيون أو أطباء آخرين إذا كانت الحروق الكميائية في أجزاء أخرى من الجسم حياكم الله موسيقى